بالتقصير صحيح ولا يزكي نفسه صحيح لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقع يا سلام فاجعل تقواك وعبادتك وصلتك بالله وصدرك مع الله بينك وبين الله يا سلام حتى لا يدب عليك الشرك الخفي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فضل يا أبو عبد العزيز زاد فضلك أنه مبطين منك ومبطين من علومك الله يرحمه واجهي أقول تعقيبا على كلام الشيخ الظاهر قد استضافنا الشيخ بن كعبان نعم بن كعبان والشيخ والدكتور حسن القحطاني لما تكلموا عن الطلاق والحلف بالله وعن الشرك يعني بعض الناس وأكيد أنكم طلقت في الموضوع وليتهم يجونك هذا مرة لا لا إن شاء الله بيجون في هذا الموضوع هذا الجميل يعني اللي أصبح منتشر علي الحرام علي الطلاق ولو قال والله ما قنع والله يا أبو عبد العزيز أنه ما طفال في الابتدائي أنه سمع ذني علي الحرام أن أسوي قالك علي الحرام أن أسوي كده شوية أي والله أطفال صغار والله أني كنت في البر أن طريتها يا أبو أني كنت في البر وجالسين حنا ولين أقبل موتر ولين معنا بزر ما بعد دخل أولى بتدائي أو في أولى بتدائي يعني يوم قال واحد من قال هذا متربوك قال لا هم متربوي يوم قال أنا تفاجأت بالكلام قال علي الطلاق الثلاثة الحارمات يقولها البزر البزر لا لا إلا الله يسمعهم يقولون يسمعهم الثلاثة الحارمات إنها سيرتبوا وأنا تعال يا ولد البيئة تؤثر بلا شك يعني النبي صلى الله في الحديث لما قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة على الفطرة أحسنت فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصران أحسنت فنجتهد على يعني اللي يطرع منك ترعيالك يطبقونه صدقت الآن أنت ابن البيئة البيئة تؤثر فيك بلا شك والرجل الذي قتل 99 نفس فلما أراد التوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على عابد رح سأل العابد قال أنا أريد أن أتوب وقد ذنبي قتل 99 قالوا 99 مالك توبة قام كمل به المية المية قال لكن الرجال عنده طلب ويبغى يتوب سأل دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فعلمه قال أني قتلت 99 وكملت بالعابد المية وأنا أدور التوبة قال ومن يحول بينك وبين الله الله هذا العاب الله ولكن اذهب إلى قرية الفلانية فإن فيها ناس يعينونك على طاعة الله على البيئة يعني هذه نصيحة لكل من أراد أن يغير من حاله يريد أن يترقى في حاله أن يغير البيئة التي يعيش فيها حتى يعني يزداد ويترقى ويتطور لأن البيئة التي أنت فيها قد تكون داعية إلى التهبيط إلى يرجال أنت أحسن من غيرك لكن لما تروح في بيئة أخرى أفضل وهذا المثال هو أقوى شيء فلما ذهب للقرية تعرفون القصة لما توفي في نص الطريق ما صلى لله ولا عبد الله ولا يعني ولكن جاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة فتخاصم ملائكة العذاب قال هذا رجل قتل مئة شخص وملائكة الرحمة قال هذا جاء مقبل إلى الله فأرسل الله ملك على هيئة إنسان يحكم بينهم فقال نقيس ما بين القريتين إلى أيهم أقرب فهو منهم تعخذهم ملائكة إن كان للقرية أهل الخير والأعمال الصالح فتأخذ ملائكة الرحمة وإن كان للقرية التي توا طالع منها فتأخذ ملائكة العذاب في رواية تقول أن الله سبحانه وتعالى قال للأرض أهل الخير تقاربي ولأرض أهل الشر وفي رواية أن الله زحى بصدره إلى فكان الفرق شبر فأخذته ملائكة الرحمة المقصود من هذا الكلام هو استطرادا أن الإنسان ابن بيئته فكيف يتعلم الخير ويجتهد على ما يخرج من هذا اللسان خاصة للأبناء فتخيلتنا هذا لو تسأل عن كلمة الحرام وعلي الطلاق ما يدري وش ما يفقه بس سمع أبوه مدين ثلاث وحارمات يعني مرة يسمعهم تقع فيها أنها مرة يعني مع الترجع له وما بعد ما أبركة وفتم ترق تقوى مفطول مرة الراحة الله فصراحة حصل بوه عنده ثلاثة من سؤال حصل بوه عنده ثلاثة من سؤال يا رجال ما أدري هي باقية في ذمته أم لا فهذا المشكلة يعني خواتنا أو بناتنا مع الرجل الذي يطلق هذا الطلاق مشكلة ثم تنقلب بدلا ما تكون زوجة تكون يعني نسأل الله السلامة ونسأل فيها العلماء والمشايخ واللي جبتهم يا أبوه ذاك اليوم وابن كعبان كعبان الله يزا خير صراحة نورنا أنا اليوم الصباح قابلت الدكتور حسين بن محمد القراش وصراحة يعني قابلنا كثير ولكن هذا جدد جدد يعني الكلام قال أنتم على خير ويبلغكم السلام عليكم و أم حسين تبلغكم السلام سلمتوه و يقول يا أخي أنتم كم لكم من الأجر عند الله سبحانه وتعالى كبار السن في البيوت يعني يتحرونكم ويتابعونكم قال أنا ذاك اليوم استاذنت من الدوام الصباح و جي تفطر مع الوالدة إلا الوالدة اتعلمني هذا فلان سوى كذا و هذا فلان سوى كذا و هذا فلان سوى كذا يقول أسماءكم تعرفها فلان ترى يجي متأخر شوي و فلان ترى تعرفوا من متأخر بعض الناس بعض الناس يعني متاذعين بقوة و جزاهم الله خير و صراحة لما نسمع مثل هذه المشاعر و من المحبة و من الدعوات و يقول استمروا و أنتم على خير و نيتكم طيبة يا أخي الواحد يتحمس و يجي و يجي معلومة جديدة و يجي معلومة فريدة لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا و إياكم المقبولين فنقول احتسبوا الأجر في حضوركم في جلستكم يعني الواحد وش ياخذ من هذه الدنيا إلا الذكر الحسن و إلا يعني العمل الصالح يعني كلنا راح نكون في صندوق نص متر في مترين وش عديدنا له إلا قالوا فلان الله يغفر له يرحمه الله يذكره بالخير و كثير ترى نذكر في هذا المجلس و هو درس لنا أنه نذكر فلان بالخير لأنه قدم خير و لأن نحن شهداء الله في أرضه عندما نقول والله فلان ما رأينا منه إلا كل خير لكن قالوا الله يرجع زينا الأرض رتاحت منه و ترى الرجل العاصي الأرض تكره بقاءه فوقه الله و الأرض الصالح الرجل الصالح الأرض تتباهى بمشيه عليها حتى أن الجبل هذا يتباهى للجبل الثاني يقول فوق ظهري رجل صالح رجل يذكر الله من يعني فتخيل أنت الآن بعبادتك و صلاحك و بخروج الأعمال الصالحة هذا باب جميل كذلك خروج الأعمال الصالحة أنا سأل الله ترى أنا تكلم لست كاملا بل كل الذنوب و كل التقصير أنا كلنا ذاك الرجل ولكن هذه تكلمت أنت بالكرامات و بعطايا الله سبحانه وتعالى و بصلاح الحال الفرد و المجتمع فعندما تخرج من الشخص أعمال صالحة تنزل عليه أحوال طيبة و صالحة الله و عندما تخرج منها أعمال سيئة العكس يرجع له أعمال سيئة تجد مشاكل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث و برجع الحديث هذا عندما يقول نبي صلى الله عليه وسلم الله يذكرني الحديث من أصبح و الدنيا هم الله فرق الله شملة و جعل فقره بين عينه صلى الله و لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له الله و من أصبح و الآخرة همه جمع الله شملة و جعل غناه في صدره و أتته الدنيا و هرامنا و أحد يقول يا أخي رجال عنده ملايين و كيف ينطبق عليه الحديث و تقول أنه أصبح و هو من أصبح و هو يفكر فيها الدراهن و هو عنده ملايين كيف أنه يعني فقير يعني كيف وصفته بالفقر أو كيف ينطبق عليه الحديث هذا الرجل اللي عنده ملايين و فكره يم الدنيا و قايم للدنيا يرى أنه أفقر من فلان و فلان أغلى منه ما عنده شيء ما عنده شيء يا رجال ما في غناتهم في القلب يا سلام عليك فعندما تصبح والآخرة همك عسى الله يهدينا و عسى الله يهدي العيال عسى الله يرضى عنا عسى الله يقبلنا عسى الله يتوب علينا همي بس كيف الله يرضى تجد أن حياتك ميسرة و أن الله جامع شملك أمورك كلها تسهيل يعني حتى الخراب تصليحة سهل حتى الخراب يقل الخراب الدابة تقل خرابها الزوجة يقل نفورها أشياء كثيرة تترتب على العمل الصالح و الله يقول سبحانه وتعالى و هذه الآية شاهد على ما نقول ظهر الفساد في البر في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس البحر الحتان والأسماك تضررت بمعاصي أبن عادم نسى الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا التطبيق والعمل الصالح و أن نجتهد و نجتهد في أول يومنا على أبنائنا هل صلوا الفجر في جماعة هل قاموا صلوا شوي أخوان هل صلوا هل أكملوا أذكارهم همنا إذا كان في مرضاك الله ترى كل شيء بيزين لأن اللي خلقك و أعطاك كل شيء هو الله سبحانه وتعالى فأنت تريد سعادة كلنا كل من يشاهدنا و كل اللي على وجه هذه الأرض يبحثون عن السعادة طيب السعادة وين هي نقول الحمد لله أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله جعلها في الدين لو نبحث عنها في أي مجال والله ما نجدها إلا في الدين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق جميع من يشاهدنا و جميع من كل في قلبه لا إله إلا الله و الأهل الأرض أن يرزقهم الشهادة و أن يرزقهم قول لا إله إلا الله و السعادة في الدنيا و الأخير الله يتزاق خيري برد العزيز على هالكلمات الجميلة الله يرحم و لديكم الكلمات المضيئة و الحقيقة أنا أقول أبشر نفسي وأبشر الأخوان المشاهدين وأبشر زملائي أن كل إنسان نام وقام و هو فيه